للفكرة الرابعة فلو كان تعدي الإنسان مجرد عمل خاطئ ولم يتبعه فساد هو هنا بيوضح ويشرح لكانت التوبة كافية أما الآن بعد أن حدث التعدي فقد تورت البشر في ذلك الفساد الذي كان هو طبيعتهم ونزعت منهم نعمة مماثلة سورة الله فما هي الخطوة التي يحتاجها الأمر بعد ذلك أو من ذا الذي يستطيع أن يعيد للإنسان تلك النعمة ويرده إلى حالته الأولى إلا كلمة الله الذي خلقه في البدء كل شيء من العدم خلينا نتوقف عندي فلو كان تعدي الإنسان مجرد عمل خاطئ فما المقصود بمجرد عمل خاطئ يعني خلينا نعرف إيه هو العمل الخاطئ وطبعا إزاي شرحك ديس أساناسيس هو طبعا فيه فرق بين أن حد بيغلط غلطة لا تسبب أذية ولا فيش وراها تبعات أو نتائج أو حاجة ترتبت عليها وبين خطيئة نتج عنها أشياء حتى في حياتنا إحنا ممكن أنا أغلط غلطة لا تسبب يعني ما فيهاش كارسة يعني مثلا أنا مفروض الكوباية دي تحطي هنا أنا حطيتها هنا فييجي الأخ بتاع الدكور والمخرج يقول له لا ده غلط 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 دنيا ما فيهاش كارسة لكن جوه بايا فيه سام وخليت حد يشربها هنا قاصد النتج عن الخطأ موت أو مرض أو أذية فهو بيقول خطيئة ده مش مجرد خطأ عادي زي ما شرحناه ده تبعوه فساد عشان كده التوبة غير كافية لأن أنا ممكن مثلا أقول لك بدأ بقول لك يا ميروض أقول لك يا مونة تقول لي أنا مسميش مونة طب سوريا سوريا الدنيا ما فيش كارسة فالاعتذار هنا على الحاجة خطأ لكن فيه خطيئة وينتج عنها موت وفساد فليس مجرد الاعتذار لازم نعالج الكارسة اللي قدامنا وهنا برضو قال لماذا قال فقد تورط البشر في ذلك الفساد بالرغم من هو بس اللي أخطأ أدم وحوة ليه هنا جامع البشر كله طبعا احنا عندنا حاجة وشفناها قبل كده وهنشوفها طول كتابة تجرسة الكلمة اسمها وحدة الجنس البشري هاشرحها تاني عشان دي مهمة جدا في فهم القضاء الله لما خلق ملايكة خلق ملايكة كتير مش خلق ملايك وتجوز وخلف ملايك ولما خلق الحيوانات اللي هي بتخلف خلقها كتير أنواع كثيرة جدا وملهمش جد واحد لما خلق الطيور والنبتات وكائنات البحرية كلها بكميات الوحيد اللي خلق واحد هو آدم وآدم حوكت جوا فيصير هو جد لكل البشر إحنا اسمنا بني آدم جنس البشر جنس البشر على فكرة بالمناسبة حاجة فاني يعني لما يكون واحدة من قرش بني أدمة بني آدم برو هي بنت آدم وإحنا ما اسمها بني أدمين إحنا بني آدم وهو آدم واحد مش آدمين إحنا بني آدم والإنسان يبقى أبن آدم والبنت تبقى بنت آدم والبشر اسمهم بني بني آدم بيضوية في السكة طبعا فكلنا أولاد آدم آدم واحد مش آدميين كتير لما آدم غلط إحنا كنا فيه ولما آدم مات إحنا كنا فيه ولما آدم انطرد إحنا انطردنا فيه بدليل أن محدش فينا اتولد جوه الفردوس وينطلع لوحده كلنا كنا بار ودي الأداسي عبر عنها بطريقة جميلة من يقول الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم جوه آدم وعندما خالفنا وصيتك في آدم سقطنا في آدم ونفينا من فردوس النعيم في آدم لم تتركنا مش لم تترك آدم إحنا كلنا في آدم دي سماه وحدة الجنس البشري كلنا كنا فيه عشان كده ملاحظة الذكية اللي انت خطيبالك منها بعد أن حدث التعدي فقد تورت البشر في ذلك الفساد اللي هو يقصد بآدم ونسله وأحيانا كان ربنا بيدينا دلالة على كده في العهد القديم لما يكون مثلا عخان ابن كارمي أخطأ يقول له يهلك هو أهل بيته إذن بهم إيه ربنا عايز يوصلي رسالة إنه لما آدم غلط هلك هو أهل بيته في المسألة اللي قاله المسيح بتاع الدائن والمديون قال إن الملك جاب العبد بتاعه لأنه كان عليه عشر تلاف وزنة وقال له ادفع اللي عليك قال له معنديش فأمر الملك إنه يباع هو ومراته وعياله فلما توسل إليه قال له خلاص عفوت عنك يعني أنا هدفع المديونية من عندي ده كلها مسأل لآدم ومراته وعياله والمديونية هي الموت قال له أنا مش هقدر أسدد الدين قال له خلاص أنا بس بقيت المسأل عشان ناخد بالنا لما طلع بره لأ أخوه ومديون له عامية ألف بتاعه ويدخلوا السجن عشان كده يا ربنا قال زي ما أنا سمحتكم بالكتير اللي هو الموت سمحوا